هنروح لكرة الماء كرة الماء دايماً احنا بنتبعها معاكم وبنجيب أخبارها لأنه في الحناد الأهلي في الأربع سنوات اللي فاتوا حصل طفرة كبيرة جدا عندنا فريق 2006 ده فريق تحت 17 سنة كان بيلعبوا الزمالك فازوا 15-6 15-6 في كرة الماء ده سكور كبير قوي خلي بالكو كرة الماء ممكن تخلص الماتش 5-3 4-3 لأن الكرة بتتنقل في الماء بصعوبة وده طبيعي انت بتقوم غير ما بتجري فالنهار ده لما فريق 17 سنة يفوز عز مالك بالنتيجة دي لا يبقى فيه يعني تفوق واضح 15-6 طيب فريقنا الفريق ده بالذات اللي بنتابعه لأنه بتساعد منه لعيبة كتير في الدرجة الأولى وده النشاط اللي موجود دلوقتي في كرة الماء أو الفرقة اللي بتلعب دلوقتي فجيبنا أخبار فريقنا هتلعب أو الفريق ده هيلعب الماتش اللي جاي مع نادي الشمس يوم التلاتين اللي جاي الحمام سباحة نادي هليو بلس دي طبعا بطولة الجمهورية على فكرة دي بطولة الجمهورية من الجهاز الفني والإداري للفريق كابتن وقل عزة رئيس جهاز العام الماء وكابتن محمد فاضل نائب رئيس الجهاز ومحمود حسن مدير الجهاز ومتحة فرج نائب مدير الجهاز وارون ريجوس مدير قطاع الناشئين وعمري فرج الله ومحمد أبو سديرا مدربي مرحلة 2006 وسيف ممدوح مدير إداري وحازم خالد إداري وسامح العشري مدير إداري القطاع التعليمي وأحمد أكرم أخصائي تأهيل وإصاباته بسم زينهم مدرب حراس مرمى وأحمد الحفناء ومعدي نفسي دول الجهاز الفني أو اللي بيمثله أو اللي بيرعه هذا الفريق من الجهاز الفني من كرة الماء كل التوفيق طبعا لألعاب الماء عمتا في النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر